ربك عبده سكيا إذ ذا ربه هداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعن الوأس شيئا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت مرأتي عاقرا فهبني من لدنك وليا يلتني ويرت من آلي عقوب ودعنه رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم ندع له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت مرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هضى علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعني آيا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سميا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب مقوة وآتيناهم الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكا وكان تقيا وبرمه بوالديه ولم يكن جبارا عشيا وسلام عليه يوم رج ويوم يموت ويوم يضعك حيا وابقوا في الكتاب مريم إذ اعتبنت من أهلها مكانا شوقيا واتخذت من دولهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثلنا بشا سميا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبنك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكبريا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبنت به مكانا قصيا فأجاء أهل المخاض إلى جدع نخلا قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا من نسيا قالت YES فنات آم من تحت ما ألا تحسني قد تعل ربك تحتك سريا فوزي إليك بجدع نخلة تساخت عليك رطما مجليا فاكني واشوفي وقرعي عينا وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نغض للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب قال إني عبد الله آتاني الكتاب وتعلني مبيا وتعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وفروا بوالدتي ولن يدعني دباع شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتلون ما كان لله أن يتخذ منه ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإلا ما يقول له كن فيعدون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا شراط مستقيم واختنف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفنوا من مشهر يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يحتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم العشرة إذ قضي الأمر وهم في وخلته وهم لا يؤمنون إنا نحن ليت الأرض ومن عليها وإلينا نرجعون وكوا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك شراطا سميا يا أبت لا تعمل الشيطان إن الشيطان كان الوحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراليم لإن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأشتغفر لك ربي إنه كان لي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزنهم وما يعدنون من دون الله وغبنا له إسعاق ويعكوب وكلا جعلنا نبيا وغبنا لهم من رحمتنا ودعنا لهم لسان صدق عليا ودعوا في الكتاب نوسى إنه كان مخلصا وكان رسولا من نبيا وناجيناه من جانب التور الأيمن وقربناه نبيا وغبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا وادكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيا واذكر في الكتاب إدنيس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعموا وعليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم ومن من عملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتنى عليهم آياته ورحمان خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشموات فسوف يلقون ونيا إلا من التاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة وما يفلمون شيئا جنات عدنه التي وعد الرحمن عباده وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي أولت من عبادنا من كان تقنيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واشطبر لعبادته هل تحلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرد حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه قبل ولم يكن شيئا فورا ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول دون مدفيا ثم لننسعن من كل شيعة من كل شيعة أيوم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صريا وإني كم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا صلق الله العظيم